في دارك نحن نحس معدد من المقترع المتخبين. لكن هذا ما يمنعش. مثالش يخلي هو جانب ردعي صغير للاستهتار بالعمل نيابي. رونة حدث وزيد على مشهد شوفناها كان ومشهدا معناها رديعا جدا يعني فما نواب تدخل تأدي القسم تاخذ الحصانة ومعش شوفوه كان آخر أيامات أو في فتاح الجلسات البرلمانية وتتفرغ هي لأعمالها الشخصية وكذا ولل بالنسبة لها هي الترشمس نواب هو فقط هاك الحصانة هذيك يعطيك الصحة. حتى الحصانة القانونية باش يحميهم مصالحهم الشخصية وشركات الممتلكين. اليوم على قليلة فما العساعة حاشتين شوف رأو هو ما فيوش برش سلبيت كيم ما فيه جبيت رأو. فما مثلا ان هذه منطقة الحصانة الدائمة والتي لا تنتزع على النياب ارتحنا منها منها منطقة السياحة الحزبية كاللي اليوم نطلع فمني على برنامج ناسة تخبك على برنامج دقاك في حزب اخر برنامج واخر مختلف تماما. منطقة عدم التفرغ للعمل النيابي وعلى اهميته والتشريعات وغيره وراءه تتفكر وفي عام نايب ووقتها الميزانية اخر لحظات صادق عليها. اخر لحظات معناها يقبل نصليل بربعة ساعة ولا كيفيش وكنا نخشو في اشكال ندخل في اشكالية قانونية ووقتها امتعى للمسادقة على الميزانية وغيره. يعني اليوم على قليلة يحفز النيب على القل انه لا يستهتر بالمهمة اللي هو متواياحة وتخلي هالسحب الوكالة سيف على رقاب المستهترين اكثر منه معناها عملية سعيبة غير ولا. حركة النهضة تؤكد عن ثيقتها في القضاء وتقول فما.